بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الحادية والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح هذا يسأل يا شيخ يقول في هذه الآيات في سورة طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن تشقى ما معنى تفسير هذه الآيات وهل طاها من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طاها من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله بها بعض السور الكريمة ومكون من حرفين طاها وليس ذلك من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسماء الرسول معروفة ومروية وليس منها طاها إنما هذه حروف مقطعة كسائل الحروف التي تبدأ بها بعض السور مثل الإفلام ميم الإفلام راء وهكذا نعم أحسن الله إليكم هذا السائل أبو عبد الله يقول ما معنى كل قرض جر نفعا فهو ربا وما مثال ذلك نعم القرض المراد به أن تدفع مبلغا من المال لمن يقضي به حاجته ثم يرده إليه من غير زياد وهذا هو القرض الحسن وفيه أجر لصاحبه وليس القرض لأجل الاستثمار هذا ربا كل قرض جر نفعا سواء كان من جنسها أو من غير جنسها ولو أسكنك في بيتها أو أعطاك سيارته تحمل عليها أو تركبها أو دابته أو غير ذلك من المنافع فإنه ربا لأن القرض يطلب به الأجر من الله وقضى حاجة المحتاج ثم يرد المبلغ إلى صاحبه فيحصل له الأجر ويرد عليه ماله نعم أحسن الله إليكم أم أسامة تقول يا شيخ هل تكفي أذكار الصباح إذا ردتها للورد اليومي كله أم لا بد من أذكار للمساء حتى يحفظ الإنسان من الشرور نعم الأذكار الواردة تقال عند الصباح وعند المساء وهي ورد يحفظ الله به الإنسان سائر يومه فهي من الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل نعم لزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول ما حكم لبس الشراب والقفاز في الصلاة لا بعث بذلك إذا لبسها على طهارة فلا بعث بها والشراب إذا كانت ساترة لما وراءها لا تكون شفافة ولا تكون كاشفة لما وراءها إنه يمسح عليها تأخذ حكم الخف تسهيلا من الله على عباده المقيم يوم ليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها بشرط أن تكون ضافية على الرجل وأن تكون ساترة لما وراءها وأن يلبسها على طهارة نعم أحسن الله لكم شيخ صالح هل هذا يشمل للمرأة لبس الشراب والقفاز في الصلاة نعم يشمل للمرأة فللمرأة بحاجة إلى ستر نفسها في الصلاة لأن تسترى جميع بدنها في الصلاة هذا من شروط صحة صلاة المرأة إلا وجهها فإنها تكشفه في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم لها فإنها تستر وجهها نعم يقول هذا السائل لففيلة الشيخ لدينا بنت في ثلاث سنوات عمرها وزوجتي حامل والحمل مؤثر على صحتها حيث أنها ضعيفة بعض الشيء ولا تقدر على الخدمة لهذه البنت في دخول الخلاء والاستحمام ولا يوجد أحد معنا وأنا أقوم بذلك في تغسيل وتنظيف هذه البنت هل هذا جائز؟ نعم إذا كانت صغيرة فلا بأس بذلك إذا كانت دون السبع لا بأس بذلك أما إذا كانت بلغت السبع فأكثر فإنك إذا احتيج إلى أن تنجيها وأن تغسيل فرجها فليكن ذلك من وراء حايل ويكون على يديك أيضا لفايف أو جوارب من وراء حايل نعم يقول السائل في سؤاله الثاني عند قيامي بالعمرة دائما يا شيخ أنسى السرعة في ثلاث الأشواط الأولى فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء لأن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة وطواف القدوم إنما هو سنة لا فعلته فلك زيادة أجر وإن تركته فإن طوافك صحيح سؤاله الأخير يقول شيخ دائما أقوم بشراء خروف أو أوكل أحد بشرائه ويكون السبب هو أضحية أو نذر أو صدقة أو عقيقة وعلى حسب علمي بأنه يتم تقسيم الخروف على ثلاثة أجزاء للأقارب ولنا وللآخرين فهل ذلك يجوز على كل الحالات أم يمكن زيادة جزء عن الآخر؟ لا بأس بذلك وهذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام للسنة ولو أنك لم تخرج منه إلا يسيرا صدقت به أجزاء ذلك كفى ولو أنك أكلته كله في بيتك ومع عيلتك فلا بأس بذلك لكن ينبغي أن تتصدق منه ولو بشيء قليل وبالخصوص العقيقة هل يجوز أكل الخروف كامل عند قيامي بعزيمة العائلة؟ نعم يجوز هذا لكن الأفضل أن تتصدق منه بشيء ولو قليل نعم أحسن الله إليكم يقول السائل يا شيخ زوجتي صامت رمضان وهي حامل ولكن كانت ترجع مياه من ثمها يوميا من غير قصد فهل يوجد عليها شيء؟ ليس عليها شيء إذا غلبها القيء وخرج بدون اختيارها فإن صيامها لا يتأثر بذلك وكذلك إذا خرج من ثمها ماء اجتمع وأخرجته فلا بأس بذلك لأن هذا من إزالة الأذى نعم الحامل في رمضان يقول السائل في حال إفطارها هل يوجد عليها شيء غير القضاء؟ الحامل إذا كانت أفطرت لأجل صحتها هي ما تطيق الصيام أو يشق عليها ليس عليها إلا القضاء أما إذا كانت أفطرت من أجل حاجة الحمل أو من أجل حاجة الطفل الرضيع فإن عليها القضاء وعليها إطعام مسكين عن اليوم الذي أفطرت فيه أو مساكين بعدد الأيام نعم يقول السائل بخصوص حلاقة الشعر للمولود هل لابد أن يكون في يوم السابع من الولادة؟ أو ممكن عدم الحلاقة؟ وهل لابد من التصدق بوزن الشعر في الضة؟ كل هذا غير لازم إذا حلقه في اليوم السابع فهذا هو الأفضل لأجل يميط ما عليه من الأذى في هذا الشعر الذي ولد معه وإن تركه فلا بس لكن ينظفه لكن ينظفه بالماء أو تنظفه أمه بالماء نعم يقول السائل يا شيخ ماذا عن التأمين على الحياة في حال قيام الشركة بدفعه كاملا؟ تأمين التجاري هذا لا يجوز لأنه من أكل المال بالباطل وهذا الأمر لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل يدفع شيئا قليلا ويأخذ من أموال الشركة مالا كثيرا أكثر مما دفع وهذا من أموال الآخرين وأموال الشركة يأكله بغير حق ولا يجوز هذا نعم يقول السائل هل يقبل صومي إذا صمت يوم عرفة وأنا علي قضاء؟ نعم القضاء موسع يا أخي يجوز تؤخره وأما يوم عرفة فهو موقت بيوم عرفة فتصوم يوم عرفة وتصوم القضاء بعد ذلك نعم أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول أنا أريد من ابني أن يسمي البنت الأولى له باسمي وخالته أيضا ترغب أن يسميها أن تسمي البنت باسمها فما الواجب على الولد المتزوج تجاه والدته في ذلك؟ ليس عليه واجب إذا سماها باسم والدته فلا باس بذلك ويكون في هذا أعهل والدته وإذا سماها بغير ذلك من الأسماء التي لا محذورة فيها فلا باس بذلك نعم تقول السائلة بأنها امرأة تستلم راتب ألف ريال من إحدى المستوصفات الخاصة وذلك مقابل السجل المدني ولم أكلف بأي عمل في المستوصف علما بأن الدكتور هو الذي يصرف لي الراتب هذا يظهر أنه من باب السعودة اللي يسمونها لأن الوزارة تفرض عليهم أن يوظفوا السعوديين يحتالوا على ذلك ويعطونا بعض السعوديين شيئا من المال ويقولون وظفناهم من باب الاحتيال على النظام ألا يجوز للإنسان أن يأخذ هذا المال لأنه بغير حقناه أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم الحالف بالله كاذبا أكثر من ثلاث مرات حالف بالله كاذبا فيه إثم عظيم لا يجوز من كان حالفا فليحلف بالله قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تفسروا هذه الآية وتقف معها بقوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم هذه الآية نزلت في حادثة الإفك المنافقين الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأنها فعلت سوءا وطاروا بذلك ونشروا على الناس وافتتن به بعض المؤمنين الذين تأثروا بهم وأنزل الله في ذلك القرآن يبرئ عائشة رضي الله عنها قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات طيبات لطيبين وطيبون لطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فبرأ الله عائشة هم المؤمنين من فوق سبع سماوات وألقم المنافقين حجرا وكفى الله المؤمنين شرهنا يقول السائل شيخ أسكن في إحدى الدول الأجنبية فما حكم صلاة الجمعة الثانية في نفس المسجد وذلك بسبب عدم وجود مساجد أخرى حول المنطقة وأجب عليهم أن يتقوا الله ما استطاعوا وإذا كان المسجد الذي صلى به الجمعة يضيق يصلون الجمعة في مكان واسع إما في حديقة وإما في مرفق عام ويستأبنوا مثلا البلدية ويصلون في مرفق يسعهم نعم يقول إذا وجد الإنسان شيء ضايع وصار عنده ثلاث سنوات لا يدري لمن ماذا يفعل فيه إذا كان أخذه وعرف صفاته الفارقة ونادى عليه عرفه سنة فإنه يكون ملكا له إذا عرفه سنة بأوصافه ولم يأتي له أحد إنه يكون له ملكا مراعا إذا جاء صاحبه يدفعه إليه وإلا فإنه ينتفع به ولا يضيع هذا المال نعم يقول ما حكم أن يحرف الشخص بأن يقد عياله إذا عمل الشيء هذا هذا ما هو ابن حلف هذا دعاء دعاء على أولاده إذا فعل هذا الشيء فهذا دعاء يقصد به ما يقصد باليمين دعاء يقصد به ما يقصد باليمين فإن كان كاذبا فإنه مؤاخذ على هذا ويخشى عليه وعلى أولاده من هذا الكلام وإن كان صادقا فلا حرج عليه ولكن يتجنب هذا اللغ ويكفي الحلف بالله عز وجل يقول ما أفضل الصدقات التي تخرج شيخ قال الصدقات من أطيب ما يأكله الإنسان من أوسط ما يطعمه الإنسان من أوسط ما تقعمون أهلكم ليس من الجيد وليس من الردي هذا هو المشروع وإذا أخرج من الجيد فهو أفضل وإن أخرج من الردي فإنه لا يجزي نعم يقول هذا السائل أختي ملموسة لا ترغب في الصلاة وتتأثر بأدفه الأسباب كثيرة الصراح وفماذا عليها فضيلة الشكل ما معنى ملموسة يعني مصابة مصابة نعم مصابة بالجنون إذا كانت مصابة بالجنون تفعل هذا من غير قصد فلا حرج في ذلك وعليكم بالعلاج لها عند أصحاب الرقية أصحاب العقيدة السليمة أن ترقوا عندهم ويرقوها بالقرآن وبالأدعيها النبوية لعل الله أن يشفيها نعم يقول أنا أقرأ بالعمل ومن الصعب عند كل آيتي سجدة أن أترك المكتب وأسجد على الأرض فأسجد برأسي وأومي على المكتب لا بأس بذلك أن تومي بالسجود وأنت على مركبتك سيارتك أو على دابتك تومي بالسجود أليس سجدة تلاوة ليست سجدة صلاة وإنما هي سجدة تلاوة تابعة للتلاوة نعم يقول السائلة فضيلة الشيخ هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية من أركان الصلاة؟ بالنسبة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة دابوا الدمنا وأما بالنسبة للمأموم فالراجح والله أعلم الذي عليه الجمهور أن الإمام يتحملها ولكن إذا قرأها المأموم في سكتات الإمام فهذا أحوط وأحسن نعم هذه السائلة تقول هل يجوز الدعاء يا شيخ بهذه الصيغة ربي أوصيك بأبي وأمي خيرا وأن تشملهم برعايتك؟ هذا اللفظ لا يجوز بحق الله توصي الله جل وعلا لكن تدعو الله لهم بالخير وتدعو الله لهم بالحفظ وتدعو الله لهم بالدعاء النافع وأما أن توصي الله بهم فهذا ما لا أعرف له أصلا لكن لو قالت استودعك الله استودعكم الله أو اللهم إني استودعك بنتي أو أهلي لا بأس بذلك من الأسئلة التي وردت بهذا البرنامج سائل يقول الأشخاص الذين يستغيثون بالسادة والأولياء والصالحين ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم باطلة لأنهم مشركون لأن من استغاث بغير الله من الأولياء والصالحين والأموات مستغاثة بغير الله فقد أشرك لأن الاستغاثة نعظم أنواع العبادة فلا تجوز الله لله عز وجل فلا يستغاث للمخلوقين للأحياء ولا الأموات لكن الحي الذي يقدر على مساعدته تستغيث به بقدر يعني ما يقدر عليه قال تعالى في حق موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه هذه إغاثة لا بأس بها بل تكون محمودة أن تغيث الملهوف والمحتاج لقدر ما تستطيع وأما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك نعم أحسن الله إليكم له أيضا سؤال ثاني متعلق بالعقيدة يقول ما حكم من يحقق من توحيد توحيد الربوبية ولا يتكلم عن أنواع توحيد الأخرى ويتكلم في فضائل الأعمال توحيد الربوبية لا أقر به أبو جهل وأبو لهب قادة الكفار ولم ينفعهم ذلك عند الله كل المشركين على سبيل العموم يقرون بتوحيد الربوبية ولئن سألتهم يقول الله جل وعلا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله المشركون يقرون بتوحيد الربوبية وإنما ينكرون توحيد الألوهية والعبادة ويعبدون مع الله غيره هذا الذي أنكروه وأشركوا بالله فيه نعم هل يمكن أن تأتي أو نأتي بإثبات إسماء الله وصفاته مجملا وأن يؤتى بها مفصلة إسماء الله وصفاته لا تحصى قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك هناك أسماء لله لا يعلمها إلا الله عز وجل وليس المخلوقين يحيطون بأسماء الله جل وعلا ويعرفونها كلها نعم أرجو أن توضحوا حديث بن عباس رضي الله عنهما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب في هذا الحديث أرجو أن تبينوا لأعلى الطبقات طبقات الذين حققوا التوحيد ونزهوه عن الذنوب وعن الشرك الأكبر والأصغر هؤلاء حققوا التوحيد وهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وأما الموحدون الذين هم دون ذلك فهم يدخلون الجنة بإذن الله لكن قد يخاسبون وقد يعذبون على قدر ذنوبه نعم أخيرا فضيلة الشيخ نختم معكم هذا اللقاء بسؤال حول الرقية وما هي شروطها وهل الذهاب إلى الراقي جائز الرقية تكون بكتاب الله بقرآن هو بسنة النبوية والأدعية الشرعية مع الاعتقاد أن الله جل وعلا هو النافع الظهر وأما الرقية فإنها سبب من الأسباب فالرقية الشرعية هي ما كانت موافقة للكتاب والسنة وأما الراقي إذا كان معروفا بعلمه وعقيدته سلامة عقيدته من الفرافة ومن الاستعانة بغير الله فإنه يذهب إليه ويرقى عنده أما إذا كان مجهول العقيدة أو يعرف عنه أنه يشرك بالله عز وجل فلا يجوز هذا نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين انتهى هذا اللقاء برنامج نور على الدرب نتجدد اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة إذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته